أهلا بكم الجديد قرى مجلس الوزراء السعودي نظام الإقامة المميزة وهو القرار الذي يأتي في سياق مواصلة السعودية تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصادها جاء في الموافقة كذلك أن يتولى مركز الإقامة المميزة استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوم تواصل السعودية تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصادها كان أخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة والمماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى وذلك بهدف جذب الأجانب ذي الملاءة المالية وأصحاب المهارات العالية نظام الإقامة المميزة يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيم مزايا خاصة وحرية أكبر النظام الجديد سيسمح للأجانب بالاختيار بين إقامة محددة قابلة للتجديد أو إقامة دائمة مقابل رسوم تدفع مرة واحدة ويمنح النظام الجديد المقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمال وامتلاك العقار ووسائل النقل كما يمنح المقيم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق إضافة إلى مزاولة الأنشطة التجارية وسيتولى مركز يسمى مركز الإقامة المميزة شؤون هذا النوع من الإقامة وهو يعمل حاليا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم للحصول عليها أما الشروط التي يجب استفاؤها للحصول على الإقامة المميزة فتشمل وجود جواز سفر ساري المفعول وملاءة مدية للمتقدم وأن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاما كما يجب أن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بطلب من داخلها كذلك تشمل الشروط سجلا جنائيا نظيفا وتقريرا صحيا يثبت خلوة المقيم من الأمراض المعضية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها ويرى خبراء اقتصاد أن تطبيق نظام الإقامة المميزة سيخفض تحويلات الأجانب إلى الخارج وسيوفر عشرة مليارات دولار سنويا على الاقتصاد ما يجريديني العربية نظام إلينا من الرياضة المتحدث باسم مزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الدكتور خالد أب الخيل دكتور خالد مرحبا بك معنا يعني تابعت ردود الأفعال أكثرها كانت من الناس تحمل إحساس بالخوف والقلق من مزاحمة الأجنبي لفرص عمل السعوديين من خلال نظام الإقامة المميزة كيف ترد على ذلك؟ مساء الخيل السيد خالد ومساء الخيل المشاهدي العربية في البداية في القرار قرار نجسة الوزراء هو سيكون له إن شاء الله عوائد عديدة لمملكة بينها طبعا تعجز التنافسية وجذبة المستثمرين والحد من التسعطر التجاري وبالتأكيد لن يكون هناك أي مزاحمة للسعوديين والسعوديات على الوظائف بل أن النظام سوف تنعكس أثار الإيجابية على عدة نشاطات اقتصادية بما يسهم في خلق إن شاء الله فرص عمل جديد المواطنين والمواطنات أيضا فأن الوزارة ماضية في برامج التوطين وقرارات قصر العمل في العديد من الألمان والأنشطة على السعوديين والسعوديات فما حصل في عدة أنشطة هل يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير عجابي يمكن أن يسهم في توظيف سعوديين أو منح فرص أكثر للسعوديين بالقطة النظام الإقامة المميز سيساهم في تعزيز بيئة سوق العمل وجالبية ورفع التنافسية في السوق وستدخل أيضا منشآت جديدة إلى السوق مما يزيد من حجم الوظائف للمواطنين والمواطنات وهذه المنشآت الجديدة سوف تنمو وتتوسع وتوجد العديد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات خصوصا النظام سوف يستقطب المشاريع النوعية فبالتالي نرى أن النظام هو إن شاء الله داعم لقرارات التوطين بإذن الله أيضا هناك تخوف من أن يكون ذلك مدعال التستر بطريقة أخرى يعني أن هذا الشخص الأجنبي يستثمر ويمكن أبناء جلدته أو أقاربه من العمل ولو بالتالي لا تكون هناك الفائدة المرجوة فهل في النظام ما يمنع ذلك أو يشترط مثلا حسب ما هو معمول في وزارة العمل مطبق على الشركات المؤسسات الموجودة في السعودية هل يمكن أن يشملها ذلك هذا النظام؟ كما يعرف الجميع خالفا التستر التجاري أفقد المواطنين الكثير من فرص العمل والتالف أن النظام الإقامة المميزة فيكم رافض لجهود الدولة في القضاء على التستر التجاري وبالنسبة للتوظيفة في القطاع الخاص فأنه يخضع لأنظمة واشتراطات ولوائح تتعلق بنوعية الوظائف وهل هي مقصورة العمل فيها للسعودين والسعوديات وأيضا لسبة تحقيق المنشأة للسعودة فبالتالي لن يستطيع أي صاحب عمل أن يستقدم العمل من شاء الله من خلال ضوابط ومعدلات توظيف للسعودين والسعوديات كما أكرر بأن هناك وظائف وانشطة مقصورة العمل فيها للمواطنين شكرا جزيلا لك الدكتور خالد أبو الخيل المتحدث باسم مزارة العمل التنمية الاجتماعية